عارفين انا اكتشفت ان انا لما استضيف مسئولين ووزراء ومسئولين زي في البرامج كلها وزي وفنانين ومصقفين وعلميين وسياسين وكلام ده اسهل كتير من انك تستضيف مواطنين عندهم رؤية وعندهم اقتراحات وعندهم حاجات كتيرة جدا يقولوها انا كنت بحسب الموضوع اسهل انا عايز اقول ان انا ندمت يا مروة انت وقعت في عصاوة هو ايه هتبص على عصاوة انت مظلومة ما اتكلمتش كتير اه مظبوط سوف انا اسمعك جميعا اه هو احنا كنا انا هتكلم عن الثقافة بما ان الاساس زي انا بيتكلموا عن مواضيع التانية كويس فانا عايز اقول ان وضع الثقافة في كفر الشريخ سيء جدا جدا فيها يعني فيها قصرين ثقافة ومركز ثقافي المركز ثقافي ده فيه مياسر فاني خمس تدوار تقريبا انا ثقافة جميلة جدا غيابها غيابها هو سبب التطرف والارهاب مظبوط صح وكفر الشيخ كمان كل ما اننور العقل ويبقى فيه ابداع وفكر وثقافة وفن وشعر وفن تشكيل ورواية وعروض مصرحية مش هيبقى فيه تطرف تفضل يا فن طب حدك ما تقطعينيش باشنا لا 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 ده انا مظبوط لا اه فالموضوع احنا كمان حتى مركز ديني برضو كده فالمفروض يكون فيه الثقافة تكون اعلى من كده يكون فيه توعية يكون فيه المركز دي تكون فعالة ماينفعش يكون فيه اصر ثقافة خمس دوار ويكون فيه ميسر فني مثلا ويكون فيه مش عارفها واحد موظفين كلهم ما بيشتغلوش مفيش تمويل كويس مفيش ميزانية مفيش تواصل نهائي مع المواطنين مفيش ايفنتات بتضعفها المواطنين وتعملوهم مش عارف ايه عندنا احسن فريق عندنا احسن فريق موسيقى عربية تريبا في مستوى الجمهورية فين حفلات الجمهور مثلا فين الدعوات فين مش عارف ايه مفيش اي عاجة خلص كله صمت وكل حاجات هم في نفسهم كده اللي بيحضروها انا عندي اقتراحة انا عندي فكرة اصلا ومشروع واتكلمت فيه قبل كده في الاعلام وروحت الوزارة وكده قولي اللي هو مشروع روحت الوزارة ثقافة اه قولي مشروع لتنمية الهندمية يعني الاشغال اليدوية والحرف اليدوية حرف اليدوية كفر الشيخ اصلا كده كده مركز مسلا للكليم اليدوي على مستوى العالم فو تمام فو فاحنا كفر الشيخ عندها بطالة جديدة جدا بالزاد في الوسط النسائي اللي هو تقريبا تسعين في المية بطالة الستات مع انهم بيعولوا اسر بيعولوا اسر وبعدين احنا مش مش يعني كفر الشيخ فيها ناس بتفقر كبيرة جدا يعني بحاجة للعمل اه فالمشروع ده وعندنا كلية تربية نوعية وعندنا كذا يعني مثلا الجامعة عندنا في كفر الشيخ عاملة مؤتمر دولي لتنمية الحرف اليدوية اقيم في القاهرة يعني انا كنت يعني انا اصلا مكنش عاجب من النوع اقيم في القاهرة مثلا فليما نستغلش ده فعمل مشروع قومي في المحافظة اه يستغل وجود الكليات الكلية ومراكز الثقافية دي اه اه ونشغل كل دول ندربهم ونشغلهم على حرف هدوية جميلة جدا تدير تتشغل طبعا وتصدير وتكون مركز طرحتي ده على وزارة الثقافة اه انا اتكلمت مع وكيلة وزارة الثقافة ده امت في عهد الوزير حلم النمنم ولا قبل كده لا في عهده بس انا كنت اتكلمت مع وكيلة الوزارة مش الوزير نفسه انا اتمنى طبعا قبل الوزير واتكلم معاه بس لسه ما اتحد لشي فرصة فيه مؤسسات كتيرة جدا ممكن تدعم المشروع اه حتى طبعا احنا بنقول صديق صديق جدا من زمانه احنا اخوات سياد الوزير حلم النمنم هو جاي من صفوف المثقفين والكتاب والصحفين والمفكرين يا استاذ حلمي يا معالي الوزير يا سياد الوزير اه اه فكرة كويسة جدا يا حلمي فكرة كويسة جدا من مروة من كفر الشيخ ان احنا نخلي كفر الشيخ ومركز فوه ده ثروة قومية ونشغل الناس في الاعمال اليدوية والاشغال اليدوية قبلها بطلب منك يا استاذ الوزير حلم النمنم وزير الثقافة انك تقابل مروة تقابل الشباب وتدعمهم في ده وكلنا ندعمك حتى لو ما عندكش ميزانية ندعمك كلنا سياد الناقب كنت عايز تعلق على موضوع الاسكان كنت عايز يعلق على موضوع الاب وهنرجع للوحدة محلية قرية بدون وحدة محلية حاضر هو قال لي عرض بس تفان اوه انا على الكلام اللي قالته مروة انا عندي مجمع تنموي في قرية الشمرقة وعرضته على السيد المحافظ والسيد المحافظ برضو متجاوب عشان خاطر المجمع ده يشتغل من تاني واحنا بنقول لي مروة هو التعالي وانا هروح بيك للسيد المحافظ واجهزين انك تشغالي هذا المجمع ولكن هنحزبك في الاخر لان احنا عاوزين نتيجة وانا قلت لها برة هنحزبك في الاخر لان احنا عاوزين نتيجة لصالح البلد تتعهد وتعد بتبني هذا الوسروع وانا هتبني هذا المشروع مع السيد المحافظ والسيد المحافظ انا بقول لحضراتك انا بقول لي سعدتك جاهز تمام بيعمل المحافظ هيجيب وزارة الثقافة بيعمل اربعة وعشرين ساعة. انا بقول للمواطن بوجه رسالة للمواطن على مستوى جمهورية مصر العربية. اللي عنده مشكلة ويطركها وما يعرضهاش يبقى خيل لله ورسوله وخيل لهذا الوطن. الدولة بتشتغل والحكومة بتشتغل. ولكن غلاء الاسعار سبب في انك ما انتش حسس بالحكومة وما انتش قابل هذا الشغل حتى الان. احنا بقول للدولة وللحكومة ولرئيس الوزراء توجه للاسعار باي طريقة. توجه للبطالة باي طريقة. علشان تحل مشاكلها. انا عندي. على فكرة المواطنين هيعرضه لان احنا فتحلوهم. اللي عنده مشكلة على مستوى مصر انا بقول الحكومة شغالة. وانك ما تعرضهاش فانت خيل لله ورسوله وخيل لهذا الوطن. مش معنى انك تعرض مشكلتك. انا عاوز اوصل للامثل. وبعرضك للمشاكل حوصل للامثل. وبدون عرضك ما اناش حوصل لحاجة تاني. بناشد السيد رئيس الوزراء. طريق دي سوق اللي اللي اتعرض من شوية. الطريق ده اللي السيد المحافظ بازل فيه مجهود وبترصف. ده رابط ما بين. مش رابط كفر الشيخ بتسوق فقط. ده رابط كفر الشيخ بمحافظة البحيرة. دلوقتي احنا الطريق ده السيد المحافظ حطي ايده فيه وبينتهي. الطريق بقى حضرتك اللي هو المزدوج. اللي حيوصل كفر الشيخ بالبحيرة. تمام حضرتك? طريق الدولي. اللي بيتعمل لابد ان ينتهي اللي هو مصرف له تمنمائة مليون جنيه. انا بقول للسيد الرئيس الوزراء. بس تعجل ساعتك. بعد اذنك لابد من حل هزي المشكلة. والفلوس للصرف. علشان المقاول اشتغل والجيش اشتغل والدينة تشتغل. لان احنا فيه حاجة مليحة. لازم 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 آآ سيادة رئيس الوزراء. طريق. يسمع معالي المواطن. طريق كفر الشيخ قلين. يحل مسكولة الطريق. طريق كفر الشيخ قلين ان هو يتعمل وعلى وجه السرعة مرا 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 بقرية شنه. لان الناس بتعاني معاناها ومعاناها رهيبة. انا بقول للمواطن. مجلس النواب. الحكومة. اللي موجود بالكامل شغال عندك. الموجود بالكامل شغال عندك. وانا برضو بقول ان الجميع بيشتغل. والجميع شايف شغله. ان تعرض مشاكلك وما تسكتش.